طيب في موضوع كان مصار على مواقع التوصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخصوص البعض شاف أنه فيه انحصار لمياه البحر في بعض شواطئ الجمهورية تحديدا في منطقة شمال سيناء بشكل أوضح والبعض بدأ يتكلم أنه ده في إطار أنه ممكن يكون علامة من علامات أنه يحصل تنامي وبدأ الكلام ده يتم تناقله على مواقع التوصل الاجتماعي من حساب لحساب على فيسبوك وعلى تويتر وغيرهم من مواقع السوشيال ميديا المختلفة إلى أن المركز الإعلامي المجلس الوزراء رأى هذا الأمر تواصل مع المعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عشان يستفسر عن حقيقة هذا الأمر لكن الحقيقة أنه المركز نفى شكلا وموضوعا هذه الشائعة وأكد أنه انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ ده ظاهرة طبيعية بتحدث بشكل دوري ومرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لهذا الأمر مطلقا بأنه قد يحدث تنامي من غيره واضح أن الموضوع ده ما كانش موثار عندنا بس لأنه في منطقة عكا أيضا تراجعت منها البحر المتوسط عن الشاطئ البعض بيقول حوالي 200 متر وبدأ البعض برضو يتساءل إيه اللي بيحصل ده إزاي التراجع الشديد ده على ما يبدو أنه هيحصل تنامي أيضا تم النفي من مركز فضاء النصر هناك وقالوا أن ده ظاهرة فلكية دورية بتحصل بشكل طبيعي اللي هي المد والجزر لكن اللي لفت الانتباه الحقيقة كمان أنه البعض على مواقع التوصل الاجتماعي وجدوا باحث أشار إلى أنه انحصار المياه اللي في الشواطئ ده بيسبق حدث كارثي مرتبط بزلزال قوي قادم أو تسونامي من هنا بدأ الموضوع يكون مثير أكتر للناس على مواقع التوصل الاجتماعي إلا أنه زي ما قلت لحضراتكم تم النفي تماما هذا الأمر من سواء في مصر ومعهد القوم البحثة الفلكية والجيوفيزيقية وأيضا في عكا مده جز طبيعي جدا ترجمة نانسي قنقر